السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة وطالبات الصف الاول السانوي ان شاء الله نبدأ معكم حلقة جديدة من شرح الاحياء نبدأ في الفصل الرابع ان شاء الله نفتح كتاب مع بعض كده لان فيه شوية معلومات كده هنفتح مع بعض والصور اللازم نشوفها على اساس الحاجة المحتاجة شرح الفورق نشرح مع بعض ان شاء الله اه ان شاء الله الباب الرابع بتكلم عن اسس تصنيف الكائنات الحية انتو فاكرين في تاني اعدادي كنا اخدنا تصنيف العناصر اي اساس او اسس لتصنيف اي حاجة ما الغرض منها ايه الغرض من التصنيف سهولة التعرف عليها وسهولة ايه التعرف على الخصائص بتاعت نفس الكلام في الكائنات الحية ايوه نعمل ايه يعني نقول نعمل ايه اولا اولا نبدأ نفكر مع بعض كده ايه فكرة التصنيف بيقول لي بالرغم من التشابه في جميع او معظم الكائنات الحية الا ان الا ان عملية التصنيف ترتيب الكائنات الحية في مجموعات حسب اوجو التشابه والاختلاف بينه تاني اوجو التشابه والاختلاف بينه بحيث يسهل دراستها والتعرف عليه يبقى ما الغرض من عملية التصنيف ايه اهميتها عملها لنا تحت هي يسهل دراست الكائنات الحي خلاص والتعرف عليه نمرة اتنين يسهل التعرف على كائنات جديدة واضافتها لمجموعاتها الايه المتشابه تبركة ام تلاتة يفيد الفراء الاخرى من العلوم خلاص عمليات التصنيف ديت عمليات كبيرة والابحاث عنها كبيرة جدا 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 واطل زمينينج اوف تاكسينومي تاكسينومي ده انا اخدها في الكلية ان شاء الله اللي هو علم التصنيف العلم الذي يتم بتصنيف الكائنات الحية في مجموعات على اسس ايه علمية اذا مش ايه تصنيف على اسس علمية لان فيه تشابه في مزاير الحياة كلها فيه تغزية فيه اخراج فيه تنفس تكاثر الحركة والاحساس والنمول نقل الكلام ده كله خدناه في سنة رابعة ابتدائي في العلوم ما هي دي فايدت برضو ان المسطر بيدرس من رابعة ابتدائي ليه تلتة سنة يا مسطر انت بتدرس كل ده كل العلوم متربطة مع بعضه كيميا وفيزياء وحياء حتى التلاتة مع بعض قولنا واقفة في هذا الكلام زي ما وعدت بعض ابناء انا الطلبة والطالبات اوضح لهم ازاي انا بشرح التلاتة طبعا دي مش هتفيد معظم الناس ولكن الناس اللي بتسأل لهم حق الايه الا انها تختلف فيما بينها في كسر من الصفات الايه الاخر زي الشكل والتركيب يعني في بعض كائنات جسمها مكون من خلية واحدة خدناها اخدناه خدنا الاميبة وفاكرينها كويس جدا خدنا اليوجلينة وعلينا السناد بالمناسب اليوجلينة علينا تركيبها السناد لها الصوت كده خلاص وفيها ايه بلاستي ده يبقى جسمها برضو ايه يعني غريب شوي ها دي الاميبة التي تسكن ثلاثة اربع اجسام المصريين والعالم اجمع الاميبة بسبب عدم النظافة في الاكل والايدي الاميبة دي برضو مشاكلها كتير في جسمنا بس مش موضوعنا الوقت جسم الانسان طبعا مكون من اجزاء كبيرة النباتات ما هو قص تصنيف هيبقى تصنيفه كله النباتات والاشجار والشجيرات والاعشاب زي ما نشوف الوقت يبقى ديف بعض حاجات اهو في اختلافات في اختلافات اه نتيجة لهذا التنوع بدأت عملية الايه التصنيف طبعا جاب لنا مثال مكتبة وبدأ يصنف كتب احياء فيزياء رياضيات طبعا ده بيسهل الامور لهذا الباحث او هزي المكتب يبقى حتى المكتبة اللي في المدرسة المكتبة اللي فيه التجمعات الكبيرة مصنفة تصنيف يعني كويس ان نبحث على الكتاب بسرعة طيب اتقسم الكتب في المجموعات بيوضح مفهوم الايه التصنيف نمشي خطوة خطوة كلا مع بعض عشان ايه ما نروحش بعيد النوع النوع ايه هو النوع مجموعة من الافراد لها صفات مورفولوجية الشكل الخارج ليه تعليق على هذا الكلام وعلقت فيه مع ناس كتيرة ولكن برضو مصرين يكتبوها مورفولوجي بالايه بالعربي دي خطأ كبير طبعا في اللغة وفي الكلمة والمفروض اقول لها صفات الشكل الخارجي يعني مشتركة في الشكل الخارجي او مختلفة خلاص واكتب مورفولوجي انجليش لكن اننا ترجم وعرب الكلمة واكتبها كلا هذا خطأ ناخد بلنا منه يبقى مجموعة من الافراد لها صفات مورفولوجية اللي هو الشكل الايه الخارجي متشابهة وتتزاوج فيما بينه هركزوا في الكلمة اللي جاي وتنتج افراد تشبهها اللي بعدها تكون خصبة غرع عقيمة يبقى المصر بقرم الكتاب ما نقره لا لا احنا بنوضح الكلام وعشان ما نضيعش وقت وعشان ندي معلومات كتيرة في الحلقة وعشان نحاول نخلص هذا الجزء فقرى بوقت لان التصنيف طويل يبقى تاني ما المقصود بالنوع اشتراك مجموعة من الافراد في الصفات الخارجية اللي هي المورفولوجي متشابهة دي رقم واحد يعني ايه متشابهة انسان ذكر مع انسة من جنس الانسان خلاص حصان مع الايه المهرة بتاعته اللي هي الانسة ما جيبش ذكر حمار وانسة حصان هيطلع للباغل زي ما نشوف الوقت خلاص وفي الطيجون الطيجون ده مصيبة تزاوب انسة الاسد مع ذكر الايه النمر نوعين مختلفين ولذلك بدينا نسل عقيم عقيم يعني ما عادش يتزاوج ولا عاد يحصل اي اي انتاج لان معلاش معظم الكائنات الحية الحيونية بالذات الناس بتربي وبتبيع وبتعمل فعلا ايه وراسة جميلة يعني الخيل الاصيل ده باسعار غالية جدا لان بنقل زكر زكر غالي قوي خلاص قوي البنيان شكله حلو وبنخليها تزاوج مع الاناس بتاعت الايه اللي حصانة بتاعته خلاص فالغالب بنربي بنعمل حاجات كتيرة وبنباعها وبنستفيد منها في بعض ناس هو يا هذا الكلام ومعظمنا عارفين هذا الكلام ما المقصود تاني النوع يبقى النوع كمبدأ علمي واساس الايه في التصنيف خلاص وهناك افراد لا يطلق عليها مصطلح النوع لانها افراد ليس لها القدرة على التزاوج والتكاثر فيما بينه وانتاج افراد جديدة من نفس النوع زي الايه الطايجون زي ما نشوف الوقت والايه البغل خلاص الاتنين دول خارجين من نطق الايه المصطلح النوع ما المقصود بالنوع اخر مرة اشتراك مجموعة من الافراد لها صفات مورفولوجية الشكل متشابهة وتتزاوج فيما بينها خلاص زي ما قلنا قطة مع الايه القط بتاعها الفراخ مع الديك بتاعها ما عملش حاجات ايه التهجيم تجيب لنا صفات مش مصبوطة تجيب لنا ناس العقيم ما عادش يقدر ايه يتزاوج ولا يبقى ايه له اهمية يبقى ده خلاص النوع عرفناه نيجي الامثلة التي لا ينطبق عليها صفات النوع هذه الامثلة عندنا نوعين الطيجون الطيجون وهو ينتج من تزاوج انسى الاسد مع زكرا النامر نحفظ دي زكرا النامر ها مع انسى الايه الاسد دول نوعين مختلفين ما همش من نفس الايه النوع ولذلك انتج نوع اسم الطيجون عقيم عقيم يعني ايه عقيم ما عادش ايه يلد وغير قادر على التزاوج ما فيش تزاوج والتكاثر وانتج ايه جيل جديد من نفس الايه النوع جيل متعقيم برضو بالفلاح وبالايه بجمال لوقت جمهورية مصر الرعبية عقيم يعني ايه ما بيخلفش خلاص يبقى الطيجون ده هو اللي ما بيخلفش لكن انسى الاسد مع زكر النامر النامر اللي هو مع الانسى بتاعته والانسى الاسد مع الزكر بتاعها ما كانش فيه حصل حاجة وكانت الامور طبعاية ولكن ديت افراد مختلفة نتج عنها ما يسمى بالطيجون ونحفظه الحاجة التانية ودكتيره في الامتحانات الباغل ينتج من تزاوج انسى الحصان مع زكر الحمار دول نوعين ايه مختلفين نوعين مختلفين يبقى عقيم وغير قادر على التزاوج والتكاثر وانتاج ايه جيل جديد من نفس ايه النوع الصورة عندنا هيت وده برضو ايه فكرت موضوع الكتاب احسن عشان نشوف ايه الاشكال والاوضاع ايه عندنا نيجي للجزء اللي بعديه على طول مباشرة انا ممشي الصورة عشوية لانها حاجات سهلة وخدناها فوق الاعداد قبل كده خلاص عشان برضو منقولش المصدر ايه بيجري ليه وما بيوضحش لا بوضح بقدر امكان ان شاء الله طبعا في عالم اسمه كارلينيوس هذا العالم كارلينيوس فيه لام ولام بيتم اضغامها زي ما اللغة العربية بتقول يبقى عندي العالم كارلينيوس هو اللي بدأ يقوم ويكلم في حاجات كتير يعني عمل التسمية السنائية خلاص دي اللي هو كتبها التسمية السنائية الاسم باللغة اللاتينية بحروف مائلة او بوضع خط تحتها لتميزها مش كده بس الاسم الاول كابتل ويعبر عن النوع الجنس الاسم التاني ويعبر عن ايه النوع بحرف ايه صغير يبقى فيه حرف كابتل وحرف ايه ايه سمول لقد ظهرت الحاجة بين العلماء اللي اطلاق اسماء علمية ولكن وجد ان الاسماء الدارجة ما ينفعش معها للغة اللاتينية استخدمنا اللغة اللاتينية لانها معلاش فيه ملاحظة ايه اللي اطلاع فقط بس احنا في قولها سنة وما عادش في حاجة اسمها اطلاع فقط السبب في اخترار اللاتينية انها ها ذاتة معاني مختصرة وهي اللغة قديمة ركزهم لغة قديمة لا يتحدث بها عامة الناس الان مما يجعلها اقل عرضة لايه لايه تحريف او ايه تغيير نركز او في كلمتين دول كده ما هي شروط كتابة الاسماء العلمية طبعا قلنا كارل لينيوس هذا العالم اللي بدأ يعمل التسماء الايه السنوعية عملها ازاي الحرف الاولاني خلاص وي قال ان هو الجنس الحرف الصغير التاني وقال هو ايه ان هو وبذلك الاسم العلمي القطة المنزلية يكتب لها باللغة اللاتينية بحروف مائلة خلاص فيليز دي مستيكاس او بحروف عادية بوضع خطة اسفلها خلاص فيليز ايه دومستيكاس فيليز اللي هي الجنس النوع الجنس بتاعها خلاص اللي هي قطة خلاص النوع بتاعها بنقول منزلية باللغة اللاتينية اللي هي ايه دومستيكاس ودي يت طبعا في كلية العلوم وكلية التربية الاسماء العلمية ديت مكتوبة بالتفصيل وبالتميز طبعا احنا طلبها الوقت بلناشدعوا بالكلام ده ولكن انا بقول لأصدقائنا جدا في التربية والتعليم خلاص يبقى دي بالنسبة للتسمية السنائية وقلنا فيها ايه اتكلمنا فيها ايه بالنسبة لايه لهذا الكلام يبقى تناولها الاسم العلمي الاسم الاول هو اسم الجنس الجنس وبحرف كابتل حرف كبير الاسم الثاني هو اسم النوع ويبدأ بحرف ايه صغير خلاص جيب لي مثال القطة المنزلية وبنفس الطريقة قطة منزلية خلاص يبقى اسم الجنس اللي هو ايه القطة واسم النوع اللي هو ايه المنزلية دي حاجات مهمة جدا لازم نعرف يبقى الأهل من الانينوس عمل ايه يسمى او بدأ يستخدم التسمية السنائية عشان يقدر يفرق ما بين الأنواع وبعضها لان الجنس زي لقب العائلة في منه كتير من الأعمام مثلا خلاص الاخر حاجة النهاردة في حصة النهاردة التسلسل الهرمي والمفروض نركز فيه شوي هو سهل جدا وفيش حاجة التسلسل الهرمي سبع مستويات لتصنيف الكئنات الحية أعلاها المملكة وأدناها اللي هو النوع تاني دي مليانة في الامتحانات بنقول أعلى مستوى في الهرم هو التصنيف للكئنات الحية وتشمل مجموعة من الشعب يبقى المملكة ملاحظين إن عددها كبير ميادية معنى اللي هي رأس الهرم خلاص أو اللي احنا بنقولها اعلى مستوى في الهرم خلاص التصنيف للكئنات الحية اسمه المملكة أو العالم كينج دام يتكون من عدة شعب يبقى الوقت هنا الشعبة مستوى تصنيف يمثل أكبر مجموعة أو مجموعة المملكة ويشمل مجموعة من الطواقف طيب كلمة طواقف اللي هنبدأ بيه ملاحظين تاني تشمل مجموعة من الشعب يبقى المملكة تتكون من ايه عدة شعب طب الشعب الشعب تتكون من عدة ايه طواقف طب الطواقف تتكون من عدة ايه رتب الرطبة تتكون من عدة ايه فصائل او عائلات طب العائلات تتكون من عدة ايه اجناس طب الجنس يتكون من عدة ايه انواع اذا النوع يعتبر ادنى تصنيف يشمل مجموعة من الافراد لها القدرة على التزوج وانتاج ناس لاخصبة من نفس الانوة يعني مطلوب مني اعرف هذا التسلسل مملكة شعبة طائفة رتبة عائلة او فصيلة جنس وايه ونوع يبقى دي اخر حاجة عندنا هنا النهاردة ان شاء الله التسلسل الهرمي انهما سبع مستويات وتضم كائنات اقل عدد واكسر ايه اشتراقا خلاص يبقى في الحالة ده هي المملكة ملاحظين عددها كتير عددها كتير خلاص ولكن حجمها صغي الشعبة بات ايه اقل شوية في العدد ولكن الحجم بلاقي وهكذا بنمشي بالترتيب الى ان نصل الى ايه النوع يبقى نقولها تانا بسرعة مملكة وتتكاوم من عدة شعب الشعبة وتتكاوم من عدة الطواقف التواقف وتشمل مجموعة من الرتب الرتبة وتشمل مجموعة من العائلات خلاص العائلات وتشمل مجموعة من الاجناس الجنس وتشمل مجموعة من الايه الانواع النوع وهو اخر او ادنى تصنيف بالنسبة لايه للهرم او التسلسل ايه الهرم ده كان اخر حاجة النهاردة في حصة النهاردة ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى راجب حبيل العلوم احييكم بمدينة دميات الجديدة والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته